اشتركوا في القناة القيم التربوية في السيرة النبوية اخذنا قيمتين اثنتين القيمة الاولى حكيناها اللي هي القيم الايمانية واخذنا مثالين على القيم الايمانية اللي هي الاحسان والثقة بالله عز وجل واخذنا القيمة الثانية وهي القيمة الاخلاقية وهي المتمثلة بالامانة والمحافظة على البيئة او التعامل مع البيئة او التعامل الاجابي مع البيئة واليوم رح نأخذ القيمة الثالثة من القيمة التربوية في السيرة النبوية وهي ما يسمى بالقيم المهارية في السيرة النبوية ورح نتعرف على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القيمة ورح نأخذ مثالين على القيمة المهارية في السيرة النبوية المثال الأول اللي هي مهارة القيادة والمهارة الثانية وهي بناء العلاقات الإيجابية مع الناس وقبل أن نبدأ في شرح حصتنا اليوم نذكركم بأن أهمية الانضمام إلى مجموعات الواتس أب سواء كان الشعب ألف أو الشعب باء الثنتين نفس الشيء ونفس المحتوى ولكن بيختلف بينهم العدد فإذا سكرت شعبة بتنتقل إلى الشعبة الثانية حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد حول مادة التربية الإسلامية ولا تنسوا أن المادة مجموعة في دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية خلينا الآن ندخل في صلب الموضوع وهو القيم المهرية نحن عرفنا القيم الإيمانية وعرفنا القيم الأخلاقية والآن نعرف القيم الثالثة في السيرة النموية وهي القيم المهرية بماذا نعرف القيم المهرية؟ بكل بساطة نعرفها هي القيم التي تتعلق بالقدرات والإمكانات المكتسبة لدى الإنسان كالتعلم والتواصل والقيادة والحوار وغيرها مثل إدارة الوقت إذن هي أشياء أو هي قيم يكتسبها الإنسان بتعلمها الإنسان في حياته حتى يصل إلى درجة الإتقان لها ومن الأمثل عليها اللي هو راح نأخذ مهارتين منها اليوم المهارة الأولى أو القيمة الأولى وهي اللي هو القيادة والمهار الثانية اللي هو حسن التواصل الإيجابي مع الناس هذولا المهارتين اللي راح نتعرف عليه اليوم من ضمن القيم المهرية إن شاء الله تعالى قبل أن نتكلم عن الأمثلة على القيم المهرية للقيم المهرية أهمية عظيمة في حياة الإنسان مما يدل على ذلك أولا أنها بتسحل حياة الإنسان وتجعله يتكيف مع المجتمع اللي هو فيه لكل من يكتسب هذه القيم المهارية اللي كان يهتم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وينميها لأصحابه الفائدة الثانية من القيم المهرية أنها بتكون علاقات إيجابية مع الناس فلعنده هذه القيمة بصير الناس يتقربوا منه وأيضا يتعلموا منه هذه القيم مثل ما اكتسب هذه القيمة لأنها بتدل على مهارة عالية وصل إليها الإنسان طبعا عن طريق التعلم وعن طريق الخبرة والتجربة ويعني التعاون مع الناس وصل إلى هذا القدر من إتقان هذه المهارة الرسول صلى الله عليه وسلم يا شباب كان يهتم بالقيم المهرية اهتماما بالغا فكان يراقب الصحابة فإذا وجد مهارة تميز بها الصحابة كان يوظف هذه المهارة حتى يستفيد الناس منه ويستفيد المجتمع منه فالآن خلينا نشوف عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيم المهرية ونأخذ عليها أربعة أمثلة مما يدل على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيم المهرية أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبو موسى الأشعرية رضي الله عنهما قاضيين على اليمن شو السبب؟ لمعرفتهما بالقضاء بين الناس فلاحظ وظف الرسول صلى الله عليه وسلم مهارة معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري بسبب علمهما في الدين وظف هذه المهارة بأنهم يصبحوا قضاء يقضوا بالعدل بين الناس المثال الثاني الذي دل على عينية الرسول صلى الله عليه وسلم القيم المهارية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسم مصعب ابن عمير رضي الله عنه إلى المدينة المنورة لنشر الإسلام شو السبب؟ ما هي المهارة التي اكتسبها مصعب ابن عمير رضي الله عنه السبب أنه كان عنده مهارة إقناع الناس إقناع الناس بالدين وإقناعهم بالخير وبالنور وبالهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا من الأمثلة على عينية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيم المهارية أن النبي صلى الله عليه وسلم استثمر حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعر فوظف شعره في الدفاع عن الإسلام والهجوم على المشركين عن طريق الكلمة وهذا يعتبر من الحرب النفسية التي كانت في ذاك الزمان المثال الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم اللغة السريانية وهي اللغة التي كان يتعلمها أو اللغة التي كان يتكلم به اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على ذلك لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية قد هنا يأتي سؤال علل الجواب بكل بساطة لكي يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من كتب أو من بلاغات بهذه اللغة فقد كثرت الرسائل التي كانت تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب فدع ذلك أنه وجد مهارة تعلم اللغات في زيد بن ثابت فأمره أن يتعلم اللغة السريانية وتعلمها يقال في 16 يوم أو يقال في شهر حتى أتقنها فاستطاع أنه يترجم للرسول صلى الله عليه وسلم الكتب والبلاغات التي تأتيه بهذه اللغة هذا يدلع على ماذا في عنا أربعة أمثلة يدلع على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم القيم المهارية الآن الأسماء هاي شباب حفظ ركزوا عليها ولازم كمان تحفظ مع كل اسم المهارة التي امتاز بها الصحابي فإما يأتي السؤال بأنه يطلب منك اسم الصحابي وإما السؤال أنه يعطيك المهارة وهذه المهارة أي واحد من الصحابة يتميز فيها فمثلا ممكن نحكي لك ما هي المهارة التي يتميز بها معاذ بن جبل أو أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما نحكي على طول المهارة التي يتميز بها لمعرفتهما بالقضاء بين الناس طيب ما هي المهارة التي امتاز بها مصعب ابن عمير اللي هي مهارة إقناع الناس ما هي المهارة التي امتاز بها حسان بن ثابت اللي هو الدفاع عن الإسلام أو مهارة الشعر إما الشعر وإما الدفاع عن الإسلام هو مهارة الشعر وإتقانه لإنشاء البيوت الشعرية في الدفاع عن الإسلام ضد هجمات المشركين عليه استثمر أو ما هي المهارة التي امتاز بها زيد بن ثابت اللي هي مهارة اللي هو تعلم اللغات إذن افهمنا مهارة كل صحابي من هؤلاء الصحابة الآن منا ممكن أن يعكس لك السؤال ما هو اسم الصحابي الذي امتاز أو اللذان امتاز بمعرفتهما للقضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحكي على طول معاذ من جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما طيب ما هو الصحابي أو ما اسم الصحابة الذي امتاز بمهارة اقناع الناس اللي هو عرطول اللي هو مصعب ابن عمير رضي الله عنه ما هي أو من هو الصحابي الذي امتاز بالشعر الذي وظفه في الدفاع عن الإسلام اللي هو حسان ابن ثابت رضي الله عنه من هو الصحابي الذي امتاز بمهارة تعلم اللغات اللي هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم هكذا يأتي السؤال فهذه نقطة ركز عليها كثيرا وكثير بيج عليها أسئلة وهي بسيطة وسلسة وبسطناها لكم بهذا الترتيب ننتقل الآن خلصنا الآن عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيم المهرية وبينا أهمية القيم المهرية خلينا نأخذ أول قيمة مهرية من القيم التربوية في السيرة النبوية وهي مهارة القيادة ما المقصودة أول حاجة بمهارة القيادة بنعرفها بكل بساطة هي محاولة التأثير في الناس وتوجيههم لإنجاز الهدف المطلوب القائد مفروض أنه يستطيع أنه يأثر في الناس أي إنسان يستطيع أنه يأثر في الناس بأسلوبه بكلامه بملامح وجهه اعلم أنه قائد وأنه يوجه الناس نحو الخير طبعا طبعا في عنا نوعين من القادة إما قادة أخيار وإما قادة أشرار نحن نتكلم عن القائد الخير فإذا استطاع أنه يوجه الناس وأنه يرشدهم نحو التوجيه الصحيح اعلم أنه قائد هذا هو مفهوم القيادة طيب ما هي أهمية مهارة القيادة نقول مما يدل على أهمية مهارة القيادة أنها من المهارات العليا يعني من كل عشرة ألاف أو من كل مئة ألف ممكن تطلع قائد واحد ولكن ما بتطلع عدد كبير من الناس أنهم يكونوا قادة فهذه مهارة عليا من الصعب الوصول إليها وممكن أنها تأتي بفضلة الإنسان أو يتعلمها الإنسان من خلال ممارساته أو من خلال احتكاكه مع الناس فيصبح قائد خير لهم فمما يدل على أهمية قيادة أنها من المهارات العالية العليا ومن قيمة مهارية عالية لا يستطيع أن يكتسبها معظم الناس ومما يدل على أهمية مهارة القيادة عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بها فاحتنا النبي صلى الله عليه وسلم بها وكان لا يرسل أي إنسان حتى أنه أو ما كان يرسل أنه أي شخص أنه يأمره على قوم إلا بعد ما يكون متأكد أنه قد أتقن هذه المهارة فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المهارة بحديثه الشريف قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم راع يعني كلكم قائد كلكم قائد في المكان الذي هو فيه وكلكم مسؤول عن رعيته سوف يسأله الله عز وجل عما استرعاه الله عز وجل سواء كان زوجة سواء كان أولاد سواء كان طلاب سواء كان مثلا موظفين في العمل وهكذا إذن هذا يدور على أهمية مهارة القيادة ننتقل الآن إلى آخر مبحث من مباحث مهارة القيادة وهي أخلاقيات القائد ما هي الأخلاقيات التي ينبغي للقائد الناجح أن يتصف بها في عنا تسع صفات القائد الناجح لازم نحفظهم ليش؟ لأنه ممكن يجي السؤال مغاير يقول لك من الخيارات الآتية من أخلاقيات القائد الناجح ما عدا ويعطيك خيار مش موجود من الخيارات التسعة فإذا كنت أنت حافظهم أو فاهمهم إنشارة على فتستطيع أن تجاوب عن أي سؤال يطرح عليك من أخلاقيات القائد الناجح أو أخلاق القائد الناجح في عنا تسع أخلاق ينبغي للقائد الناجح أن يتصف بها طبعا هاي الأخلاق أكيد مرت معاكم في السابق الخلق الأول الشجاعة يكون شجاع مقدام ويكون عادل ما يكون ظالم يكون صبور ما يكون متسرع أو متذمر يكون حازم الحزم اللي هو البت في الأشياء وإعطاء القرار النهاي والنزاهة يكون شريف ليس من أصحاب السوابق اللباقة في الحكي أن يحسن التكلم مع الناس يتكلم مع الرجال بأسلوب يتكلم مع النساء بأسلوب يتكلم مع الطفل بأسلوب ففي عنده لباقة في الحكي ويحسن أن يتعامل مع كل شرائح المجتمع الصفة الثامنة الشورى أنه ما يكون متعصب لرأيه ويشاور من حوله من علية القوم ومن أهل الرأي ومن أهل العلم آخر حاج يحسن التعامل مع الناس بالخلق الكريم والخلق الحسن فهذه التسع صفات ينبغي أنها تكون من أخلاقية القائد الناجح إذن هذا هو المثال الأول على القيم المهرية وهي مهارة القيادة اليوم نتعرف على المهارة الثانية من مهارات أو القيم المهرية وهي مهارة بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين لكل من أراد أن يصل إلى هذه المهارة ينبغي عليه أن يتصف بكفايتان اللي هم يسموهم الكفايات عشان تتصف بهذه المهارة لازم تكون متشبع من هذول الصفتين الصفة الأولى أول حاجة القدرة على فهم الآخرين أن الإنسان يفهم أطباع الناس منهم الصعب ومنهم السهل ومنهم اللين والرحيم ومنهم القاسي ومنهم العنيد ومنهم السهل وهكذا القدرة على فهم الآخرين وأنه يتعامل مع كل واحد على حسب الشخصية التي جبلة وانفطر عليها حسن التعامل معهم فإذا كان عنده قدرة على فهم شخصية الناس وتحليل شخصية الناس وحسن التعامل مع كل إنسان بقدره يستطيع أنه يبني علاقات إيجابية مع الناس طيب ما هي التوجيهات النبوية لاكتساب مهارة بناء العلاقات مع الآخرين الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا وأعطانا بعض التعليمات إذا قمنا فيها كونا علاقات إيجابية مع الناس فأحبنا الناس وأحببنا الناس أول هذه التوجيهات أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على نشر السلام ونشر التحية بين الناس فقال صلى الله عليه وسلم سلم على من تعرف ومن لا تعرف فالسلام ليس محصول في فئة معين من الناس اللي إنسان يسلم على الصغير والكبير والمرأة والرجل والمجموعة فلابد من نشر السلام نشر السلام يؤدي إليش؟ يؤدي إلى التعارف والتعارف يؤدي إلى المحبة والمحبة هذا هذه ثمرة لإكتساب العلاقات الطيبة عفوا هذه ثمرة للسلام والسلام واكتساب العلاقات الطيبة مع الناس هذا طبعا من ضمن القيم المهرية اللي هي موجود معنا في الدرس إذن من التوجهة النبوية حث النبي صلى الله عليه وسلم على نشر السلام بين الناس فقال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا لا تدخل الجنة إلا مؤمن فالكافر محروم من رحمة الله ولا يدخل الجنة ولا تؤمنوا حتى تحابوا يعني لن تصلوا إلى الإيمان الكامل وإلى الإيمان الحقيقي حتى تحابوا أن نشر بيننا المحبة أولا أجلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ألا أعطيكم طريقة سهلة من أجل نشر المحبة بينكم نعم ما هي يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم أنشروا السلام بينكم سلم على من تعرف ومن لا تعرف إذا سلم على جميع الناس سيصير علاقة والعلاقة بتأدي إلى المحبة والمحبة نتيجة نشر السلام بين الناس فإذا انتشر السلام وصالت المحبة بنينا علاقات إيجابية مع الناس هذا هو التوجيه الأول التوجيه الثاني دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستاذان قبل الدخول إلى البيوت حتى لا يصير مشاكل بين الناس وإذا صرت مشاكل إذن بالحالة هاي خربنا العلاقات مع الناس فإذا استأذننا هذا يأجي إلى احترام الناس واحترام خصوصية الناس فإذا الناس شافت أنك محترم خصوصيتها تحترمك وبتحبك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الاستاذان ثلاث يعني ثلاث مرات مش إنه لما تروع واحد تخبط على بيته حتى إنك تكسر باب البيت لا هذا يخالف منهج الإسلام وأيضا يخالف آداب السلام وأداب الاستاذان الاستاذان ثلاث مرات بتطق على باب بيته أو بتضرب يعني جرس البيت مرة واحدة وتنتظر قليلا فإذا فتح الباب استأذن بالدخول إذا رنيت الرن الأولى وما رد انتظر قليلا ثم رني الرن الثانية وانتظر قليلا ثم رني الرن الثالثة وانتظر قليلا إذا ما حدا فتح لك الباب أو ما حدا طل عليك أو ما حدا رد عليك يعني ذلك إنه إيش إنه لا أحد يريد استقبالك في البيت فعد وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أسكى لكم هو أفضل لكم حتى ما سبب إحراج للبيت شوف كيف الذوقيات اللي بعلمنا ياهل الإسلام فإذا كان الناس بتعامل مع بعضهم البعض بهذه الذوقيات ومن غير الزعل وبروح رياضية عالية أدى ذلك إلى انتشار المحبة بين الناس الاستئدام ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع يعني إن أذن لك صاحب البيت فادخل وإن لم يأذن لك فعد من غير الزعل ومن غير متحط في قلبك ولا شيء عهدي جدا خلي عندك روح رياضية عالية تقبلها يمكن الرجل متعب ويحتاج إلى الراحة ممكن الرجل مثلا ما عنده ما إنه مثلا يكرمك فيه فهو منحرج منك يمكن أن يكون وقت غير مناسب ممكن يكون مع ظرف ومش حاب أن يحكي لك هذا الظرف فلازم خلص لازم إحنا نراعي بعضنا البعض بعضنا بعضا فإذا كان نتعلم مع بعض بهذه الروح انتشرت المحبة بين الناس ثالثة من التوجهات النبوية لإكتساب هذه المهارة حثى الرسول صلى الله عليه وسلم على البشاشة اللي هو الوجه السمح اللي كله إيش اللي كله ابتسامة في وجوه الناس وقال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صداقة إذن فنشر البشاشة والمظهر الحسن والوجه الحسن والوجه البشوش اللي هو مليء بالابتسامة ابتسامة المحبة وليس ابتسامة الصفراء أو ابتسامة الاستهزاء في الناس لا هذه الابتسامة لا نريدها نريد ابتسامة محبة وابتسامة رضا هذه هي المقصود بهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة يعني الله عز وجل يثيبك عليها بأجر الصدقة آخر إجراء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة المريض ولطمئنان عليه فإذا ونست المريض وزرته حمل في قلبه المحبة والاحترام والتقدير لهذه الزيارة وكم من عدوات انتهت بسبب زيارة الأصحاء للمرضى وانتهى الموضوع ورجعة العلاقات من أجود ما يكون بسبب زيارة المريض والإطمئنان عليه وكذلك المرونة في التعامل وأيضا التجاوز عن زلات وأخطاء الناس كل هذه التوجيهات الخمسة من قام بها اكتسب إنشاء الله تعالى بإذن لا مهارة اللي هو بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين أو مع الناس هذا كل ما له علاقة بدرس القيم المهارية طبعا هذا الجزء الأول من الدرس ورح نكمل مهارة اللي هي الحوار ومهارة إدارة الوقت في الجزء الثاني بإذن الله تعالى ضرعنا آخر نقطة هذه الشواهد ركز عليها تيجي عليها أسئلة بتدل على أي مهارة هل هي هل هي مهارة القيادة ولا مهارة اللي هي بناء العلاقات الإيجابية مع الناس بتدل على مهارة بناء العلاقات الإيجابية مع الناس طيب هذه الحديث الثلاثة بتدل على القيم الأخلاقية ولا الإيمانية ولا المهارية بتدل على القيم المهارية فلازم شباب نميز ولازم نفصل مضوع بهذا الشكل بحيث أنه يسهل علينا الفهم ويسهل علينا الحفظ ونعرف وينما كان كل مثال من هذه المهارات التي أمامنا على الشاشة نكتفي بهذا المقدار وخلينا الآن نستعلم مع بعضنا الأسئلة الوزرية التي جاءت في الدورات السابقة على هذا الدرس ومع السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة يقول السؤال يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه الاستئذان ثلاث فإن أدن لك وإلا فارجع هذا الحديث مر معنا قبل قليل هذا الحديث يدل على ماذا؟ على مهارة حريص النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعلى تربية الصحابة عليها ما هي هذه المهارة؟ هل هي مهارة القيادة؟ الجواب لا ليست مهارة القيادة هل هي بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين؟ نعم هذه هي وتكلمنا عنها قبل قليل بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين هل هي الحوار لسه موصلناش إلوه؟ رح نتكلم عنه في الدرس القادم إدارة الوقت رح نتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله السؤال باء محاولة التأثير في الناس وتوجيههم لإنجاز الهدف المطلوب هذا تعريف ماذا؟ هذا تعريف القيادة نقول نعم هذا تعريف القيادة أكيد أما بناء العلاقات الإيجابية أصلا ما فيش إلهام تعريف معنا في الدرس الحوار لسه موصلناش إلو وإدارة الوقت لسه موصلناش إلو رح نتكلم عنه في الدرس القادم السؤال جيم من ضمن السؤال الأول المهارة التي كان يتميز بها الصحابي أيها شوفين كيف أسألك عن مهارة الصحابي أو أنه أسألك عن اسم الصحابي الذي تميز بهذه المهارة الآن أسألك عن المهارة التي تميز بها الصحابي الجليل مصعب ابن عمير رضي الله عنه ما هي المهارة التي تميز بها مصعب ابن عمير هل هي إتقان أكثر من اللغة؟ لا هذه خطأ لأن هذه مهارة مين؟ هذه مهارة اللي هو زيد رضي الله عنه ابن ثابت وليست مهارة مصعب ابن عمير هل هو نظم الشعر وإلقائه خطأ هذه مهارة حسان ابن ثابت رضي الله عنه هل هي مهارة إقناع الناس بالحجة والمنطق نعم هذه المهارة اللي تميز بها مصعب ابن عمير رضي الله عنه هل هو القضاء بين الناس هذه خطأ هذه مهارة معاذ ابن جبل وأبو موسى الأسعري رضي الله عنهم أجمعين شايفين كيف هذا الميز ونقرأ الخيارات الأربعة لمعطني إياها قبل أن نضع إصبعنا على الجواب الصحي دال الصحابة الجليلة الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة الآن عكس لك السؤال هذا السؤال نفس هذا السؤال ولكن معكوس الآن نسألك عن مهارة الآن نسألك عن اسمه الصحابة الجليلة الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لنشر الإسلام فيها لمعرفته صلى الله عليه وسلم بمهارته في إقناع الناس بالحجة والمنطق من هو هذا الصحابة هل هو معاذب الجبل خطأ غير معاذب الجبل لأنه معاذب الجبل امتاز بالقضاء وليس بمهارة إقناع الناس هل هو أبو موسى الأشعري خطأ أيضا هذا الصحابة امتاز بمهارة القضاء زيد بن ثابت خطأ غير صحيح لأن زيد بن ثابت امتاز بمهارة إتقان اللغات أو تعلم اللغات مصعب ابن عمير نعم هو الذي امتاز بمهارة إقناع الناس بالحجة وبالمنطق هذا هو الجواب الصحيح اللي بعده السؤال أو سؤال أو فرع ها الصحابيان الجليلان اللذان استثمر النبي صلى الله عليه وسلم موهبتهما فأرسلهما قضيين إلى اليمن من هما الصحابيين أعطانا إيش أعطانا معطيات عنهما أول حاجة أرسلهم إلى اليمن وأرسلهما قاضيين إذن هذه المهارة التي امتاز بهم الصحابيين من هما يا ترى هل هو معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري نقول نعم هذا هو الجواب الصحيح أما أبو موسى الأشعري صحيح ولكن حساب بن ثابت هذا خطأ هذا يعتبر مهارة الشعر وليست مهارة القضاء بين الناس مصعب ابن عمير خطأ لأن هذا مهارة إقناع الناس وليست مهارة القضاء معاذ بن جبل صح مصعب ابن عمير خطأ وحسان ابن ثابت خطأ لأنه حساب ابن ثابت الشعر مهارة الشعر أما مصعب ابن عمير فهو مهارة إقناع الناس شايفين يا شباب إذن الجواب الصحيح هو الجواب رغم ألف واو المهارة التي يشير إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعن هيهم بينه راعن يعني إيش مسؤول شو يعني مسؤول يعني قائد وكلكم مسؤول عن رعيته هي هذه المهارة إيش القضاء عفوا القيادة نعم هذه مهارة القيادة أما التخطيط ما مرتش معنا أصلا الحوار لسه ما أخذنا إدات الوقت لسه ما وصلنا إله السؤال زي الصحابي الجليل الذي استثمر النبي صلى الله عليه وسلم مهارته في الشعر هو زيد بن ثابت طبعا جواب غير صحيح زيد بن ثابت غير صحيح لأن المهارة التي امتاز بها زيد بن ثابت هي مهارة إتقان اللغات أو تعلم اللغات فهذا الخيار غير صحيح حسان بن ثابت نعم هو الذي استثمر نبي صلى الله عليه وسلم مهارته بالشعر حسان بن ثابت رضي الله عنه أما زيد بن حارثة ممرش معنا ومصعب بن عمير خطأ لأنه امتاز بمهارة اللي هو اقناع الناس بالحجة اقناع الناس بالحجة وبالمنطق وبالبرهان هذه كل الأسئلة التي جاءت على صيغة اختر الإجابة الصحيحة ننتقل الآن إلى الأسئلة المقالية السؤال هذا سؤال ألف لماذا طالب النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة السريانية في عنا سبب واحد ذكرناه في الحصة اللي هو لكي يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من كتب بهذه اللغة باء اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير عندما أرسله إلى المدينة لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة سبب واحد لمهارته في إقناع الناس السؤال جيم إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم عادة بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى اليمن السبب لمعرفتهما بمهارة القضاء هذا هو الإجابة الصحيحة وهذه هي الإجابة النموذجية لسؤال علم ننتقل إلى السؤال الثالث هات كفاية واحدة من الكفايات التي ينبغي أن يمتلكها المسلم تحقيق مهارة بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين أخذنا كفايتان اثنتان السؤال بده كفاية واحدة اللي هي القدرة على فهم الآخرين السؤال الرابع ما المهارة التي أشار إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم كما بينا هذه مهارة بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين السؤال الخامس هات أمرا واحدا صحيحا يدل على بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين اللي هو إيش؟ اللي هو البشاشة في وجوه الناس أو زيارة المرضى أو نشر السلام بين الناس أو ممكن تختار أي توجيه من التوجيهات النبوية في بناء العلاقات الإيجابية مع الناس كما بيناه قبل قليل ختاما نختم حصتنا اليوم بسؤالين مقترحين السؤال الأول على صيغة إختار إجابة الصحيحة والسؤال الثاني على صيغة الأسئلة المقالية يقول السؤال الأول القيم التي تتعلق بالقدرات والإمكانات المكتسبة لدى الإنسان هو مفهوم ماذا؟ إذن هنا ذكر لك التعريف هذا التعريف يدل على أي قيم من القيم الثلاثة الموجودة في الجزء الأول أو الموجودة في الجزء الثاني من الدرس الحادي عشر والثاني عشر هذا التعريف هل يدل على القيم الأخلاقية؟ لا هذا لا يدل على القيم الأخلاقية القيم الإيمانية هذه القيم الإيمانية تتعلق طبعا الأخلاقية تتعلق بالقيم العلاقة الناس مع الآخرين أو علاقة الإنسان مع غيره من الناس القيم الإيمانية تتعلق بالقيم التي تتعلق بالقيم العلاقة الإنسان مع ربه عز وجل هل هي القيم التربوية؟ نقول غير صحيح أما القيم المهرية هو الجواب الصحيح هذا هو مفهوم القيم المهرية وهي تتعلق بالقدرات والإمكانيات المكتسبة لدى الإنسان السؤال الثاني جاء بصيغة جاء بصيغة اللي هو سؤال مقالي ما المهارة التي أشار إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث لسه ما مرش معنا نستبدله بحديث آخر اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة هذا الحديث الشريف يدل على مهارة ذكرت بحصة اليوم هل ما هي هذه المهارة؟ احنا مر معنا مهارتان اثنتان إما مهارة القيادة وإما مهارة بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين فالجواب في الحالة هاي الإيجابة تكون تكون اللي هي بناء العلاقات الإيجابية مع الآخرين هذا هو الإجابة الصحيح وهذا هو الإجابة النموذجية لهذا السؤال نهتفي بهذا المقدار ونكمل شرح الدرس إن شاء الله تعالى بالجزء الثاني تابعونا كان معكم معلم المادر الأستاذ طاه نايف طاه معلم تربية بيسمية في منصة أساس التعلمية إلى أن ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته